اشتركوا في القناة وفي قول اخر يقال بانه اول بشري يموت خارج الارض اي في سماء من السماوات السبعة وهو اول نبي ارسله الله سبحانه وتعالى لقومه ولكن ليس لان قومه كانوا كفارا ولكن الامر كان مختلفا تماما فقد كان قومه عصاه وكانوا مجاهرين بالمعاصي ولكنهم كانوا موحدين بالله عز وجل فكان هذا النبي عليه السلام هو اول مصلح على وجه الارض فحارب الفساد وامر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو لم يأتي كي يحارب الشرك او يحارب الكفر وانما جاء ليحارب المجاهرة بالمعاصي والاثام لان المجاهرة بالمعاصي امر لا يستهان به ابدا فان من جاهر بالمعاصية يعتبر مفسدا والعياذ بالله فكلنا نعرف هذا النبي الكريم ونعرف اسمه ولكن لا نعرف عنه كثير معلومات وهذه المعلومات التي توصلنا اليها بسيطة جدا ولكننا سنسردها لكم في قصة مفهومة كي نستوعبها جميعا ان شاء الله قصتنا اليوم عن نبي الله ادريس عليه السلام وحقيقة انه ما زال حيا الى الان ام لا فتابعونا مشاهدنا الكرام ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله هيا بنا لنبدأ قبل ان نبدأ قصة اليوم لا بد ان نقص على حضراتكم قصة بسيطة وهي التقاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم بادريس عليه السلام والذي كان التقاء في السماء عندما اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج به في حادثة الاسراء والمعراج وصل جبريل عليه السلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم الى السماء الرابعة فسأل ملائكة السماء الرابعة جبريل عليه السلام من هذا فقيل للملائكة جبريل عليه السلام ومعي محمد ففتحت السماء الرابعة فدخل جبريل عليه السلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم السماء الرابعة والمفاجأة أنهم رأوا رجلا كريما فقال جبريل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا إدريس رفعه الله مكانا عالية فلماذا رفعه الله عز وجل هذه المكانة العالية في الحديث الصحيح أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم التقى إدريس عليه السلام في السماء الرابعة في ليلة الإسراء والمعراج فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل أوا قد أرسل إليه؟ قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح قال صلى الله عليه وسلم فلما خلصت إلى إدريس قال جبريل هذا إدريس فسلم عليه قال صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فإدريس عليه السلام يعتبر ثالث الأنبياء الكرام بعد آدم وشيف عليهما السلام كان يدعو الناس على شريعة شيف عليه السلام ويضيف عليها بأمر الله تعالى ما شاء الله عز وجل فلما انتشر فساد ذرية قابيل واعتدائهم على المؤمنين شرع الله عز وجل الجهاد فكان إدريس عليه السلام أول من قاتل في سبيل الله عز وجل وكان أول من سبى في سبيل الله عز وجل فقد جهز جيشا من الخيل والرجال وقاتل المفسدين فهزمهم وسبى منهم وكان له مكانة عالية عند الله عز وجل بعد وفاة آدم عليه السلام ما بقي في الأرض حينها إلا نسلان فقط نسل شيف عليه السلام وهو النسل الصالح ونسل قابيل وهو النسل السيء الفاسد رغم أنهم كانوا على التوحيد وكانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ولم يكن الشرك موجودا أبدا إذ لم يخطر على بال بشر فلم يستطع إبليس في ذلك الوقت إلا أن يتمثل لنسل قابيل ويعلمهم بعض المعاصي والفواحش ولم يكتف إبليس بنسل قابيل فقط بل كان مقهورا من نسل شيف عليه السلام فكان يتمثل لنسل شيف عليه السلام ولكن محاولات إبليس هذه باءت بالفشل لأن نسل شيف كانوا على الإيمان مصلحين وكانوا أكثر تمسكا والتزاما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكانوا على شريعة شيف قائمين محافظين فما استطاع إبليس الذي لعنه الله عز وجل أن يضلهم أبدا فكلما تمثل لهم إبليس ليعلمهم شيئا من المعاصي والفواحش قام المصلحون من نسل شيف عليه السلام ونهوا عن هذا الأمر الخبيث وأمروا بالمعروف ونصحوا الناس كلهم وذكروهم بالله عز وجل فتذكروا والتعظوا فلما أحس إبليس بالفشل جلس إبليس يفكر ويسأل نفسه كيف أجعل النسل شيف يعصون الله سبحانه وتعالى فلاحظ إبليس أن نسل قابيل نساؤهم متبرجات وماهرات في التجمل والزينة وهنا كانت الفكرة الخبيثة أخذ إبليس يوسوس لبعض نجال نسل شيف وكان لوسوسة إبليس أثر كبير فحدثت أول حادثة زنا في تاريخ البشرية بين نسل شيف ونسل قابيل ولم يقف إبليس عند ذلك بل استعمل النساء في تمييع أي معصية وذنب في نسل شيف وصارت النساء تدخلن المعاصي والفواحش في نسل شيف عليه السلام إلى أن قل عدد المصلحين في نسل شيف وكثرت المجاهرة للمعاصي فيهم فبدأ المفسدون يحاربون المصلحين في المجتمع بل وقتلوهم وصارت المعاصي والفواحش في كل مكان من دون أن يقدر أي شخص أن يمد يده أو حتى ينكر ذلك المنكر على الناس واستمرت البشرية على هذه الحال السيئة والوضع القبيح وفي كل يوم يزداد الأمر سوء وفي يوم من الأيام ولد مولود قال بعضهم إنه ولد في فلسطين وقال بعضهم إنه ولد في بابل وقال آخرون إنه ولد في مصر وقيل غير ذلك وهذا المولود هو نبي الله إدريس عليه السلام فلم يكن إنسانا عادية قيل إنه كان رجلا طويلا غاليظ العظام نحيف الجسم وكان كثيف اللحية إذا مشى ينظر لخطواته وقيل هو أول من خط بالقلم ودون الصحف وقيل هو أول من خاط الثياب ولبسها فلقد كان البشر في ذلك العهد يلبسون الجلود وكان نبي الله إدريس عليه السلام عابدا من العباد الزهاد في وقت كان الناس بعيدين كل البعد عن العبادة وعن الحق والطاعة وكانوا غارقين في معاصي وتبرج وزنا وحفلات وخمور وأمور لا ترضي الله عز وتل فبدأ إدريس عليه السلام ينصح من حوله من الناس ويحاول أن يصلح قدر المستطاع من حوله وفعلا نجح في تغيير من حوله وبدأ التغيير يظهر عليهم وبدأت هذه الدائرة الطيبة التي حوله تتسع أكثر وأكثر إلى درجة أن الناس صاروا يحبون الجلوس مع إدريس عليه السلام وبدأ اسم إدريس عليه السلام ينتشر في كل مكان ووصل تأثير إدريس عليه السلام في جميع أنحاء الأرض وبدأ ينصح الناس بشكل واضح وعلني ويوجههم للحق ويعلمهم بأن مجاهرتهم للمعاصي وتحديهم لله سبحانه وتعالى إنما هو خسارة الدنيا والآخرة فتغيرت حياة الكثيرين والكثيرين في جميع أنحاء الأرض ولكن كان هناك مجموعة من الناس قد استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وسيطر عليهم بالمعاصي وحب الآثام والزنا والشهوات والشبهات فعرفوا بأن المصلحين رجعوا من جديد وعلى رأسهم نبي الله إدريس عليه السلام وبدأوا بكل قوتهم ووقاحتهم يشوهون صورة إدريس عليه السلام وأصحابه فقالوا عنهم بالكذب إنهم متشددون يريدون أن يحرموا على الناس الأشياء التي يستمتعوا بها وبدأوا في تلكم السياسة القذرة التي كثيرا ما يتبعها الآن في زماننا هذا أهل الفسق والفجور والكفر والشرك والضلال والبهتان في التشكيك في ثوابت الدين وفي سنة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وقالوا كذبا هذه صحف شيف عليه السلام ما ذكر لنا أن الخمر حرام أو أن التمتع بالنساء حرام وذلك لكي يبرروا لأنفسهم أن إدريس وأصحابه عليهم السلام أناس متشددون وضالون وبدأوا يتآمرون عليه وأصروا على حربه والقضاء عليه ومن معه تماما فجهز هؤلاء المفسدون جيوشا كبيرة جدا بنية أن يقضوا على إدريس والمصلحين معه وكان إدريس عليه السلام قد أثر في كثيرين من الناس بالحق ولكنهم لم يكونوا بالأعداد الهائلة وهنا انقسم العلماء على قولين فقال بعضهم إن إدريس عليه السلام شرع الله سبحانه وتعالى له الجهاد ضدهم فأمره سبحانه وتعالى بأن يقاتلهم قدر المستطاع وأن بفعلهم هذا وقتالهم لنبي الله قد كفروا فجهز إدريس عليه السلام جيوشه وتوكل على ربه جل جلاله وقاتلهم قتالا شديدا والقول الثاني قال العلماء وهو القول الأرجح وهو أن إدريس عليه السلام لم يقاتل وأن الله سبحانه وتعالى لم يشرع له القتال وإنما أمره بتوصيل الرسالة إليهم فقط لأن هؤلاء القوم لم يكفروا ولم يشركوا بالله سبحانه وتعالى ولكنهم أغواهم الشيطان وما زالوا موحدين هم عصات ولكنهم ليسوا مشركين فلم يكن عند إدريس عليه السلام إلا خيار واحد وهو أن يهاجر وينتقل إلى منطقة أخرى ويستمر في النصح والدعوة بعيدا عنهم ومن يريد أن يحضر مجالس إدريس عليه السلام يهاجر له وبالفعل هاجر إدريس عليه السلام وهاجر المصلحون معه فنصح الناس فترة من الزمن طويلة فلك أن تتخيل في كل مرة ينصح شخصا يكون له أجر عمله فتخيل أنك علمت شخصا دعاءا واحدا في كل مرة هذا الشخص يدعو بهذا الدعاء فلك أجر مثل أجره فكيف لك بأجور إدريس عليه السلام مثال على ذلك إذا علمت شخصا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده ورست له نخلة في الجنة فتصور أنك كلما علمت واحدا هذا وكلما قالها لو قالها مرة أو عشرة أو مئة بكل مرة يغرس له نخلة ويغرس لك نخلة فالدال على الخير كفاعله وكذا لو علمت واحدا أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة فكلما قالها حاز كنزا وحزد كنزا وهكذا سبحان الله العظيم وفي يوم من الأيام حدث شيء عجيب فقد أوحى الله سبحانه وتعالى لسيدنا إدريس عليه السلام بخبر عجيب مفرح له وهو أن الله تعالى أوحى إليه أني أرفع لك كل يوم مثل جميع عمل بني آدم يا الله فمن كثرة من اهتدى على يد إدريس عليه السلام صار له في اليوم الواحد أجر جميع من في الأرض في زمانه ففرح إدريس عليه السلام فرحا شديدا وازداد من الأعمال الصالحة والطاعات والعبادات واجتهد أكثر في الدعوة وكثف أعماله في الدنيا حتى يلاقي الله عز وجل وهو في أعلى المنازل وقصة موت إدريس عليه السلام فيها أقوال كثيرة منها القول الأول وهو أنه عندما خرج القوم يقاتلون إدريس عليه السلام قال بعض أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى رفعه كما رفع عيسى عليه السلام قالوا وهذا ليس بحق وليس بصواب وهو حي إلى السماء الرابعة لم يقبض حتى الآن وهذا ليس بصواب إذ إنهم قالوا إن إدريس عليه السلام ما زال حيا إلى اليوم في مكانه وهذا قول ليس بصحيح والقول الثاني وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما فابن عباس رضي الله عنه في يوم من الأيام سأل حبرا من أحبار بني إسرائيل عن تفسير آية الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا يعني كان ابن عباس عليه السلام يسأل هذا الحبر عن تفسير هذه الآية يقول في يوم من الأيام تمنى إدريس عليه السلام بأن يعرف كم باقي له على وجه الأرض كم بقي له من حياته وكان يتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يزيده لكي يرفع منزلته أكثر وأكثر فأحب أن يزداد عملا قيل فآتاه خليل له من الملائكة فقال له إن الله أوحى إلي كذا وكذا فكلم ملك الموت حتى أزداد عملا فحمله بين جناحيه ثم صعد به إلى السماء فلما كان في السماء الرابعة تلقاه ملك الموت منحدرا فكلم ملك الموت في الذي كلمه فيه إدريس فقال ملك الموت وأين إدريس قال الملك الذي مع إدريس عليه السلام هو ذا على ظهري فقال ملك الموت يا للعجب بعثت وقيل لي اقبض روح إدريس في السماء الرابعة فجعلت أقول كيف أقبض روحه في السماء الرابعة وهو في الأرض فقبض روحه هناك فذلك قول الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا والله أعلم بصحة هذا القول وصحة الرواية ونسبتها إلى ابن عباس ورواه ابن أبي حاتم عند تفسيرها وعنده فقال لذلك الملك سلي ملك الموت كم بقي من عمري فأسأله وهو معه كم بقي من عمره فقال لا أدري حتى أنظر فنظر فقال إنك لتسألني عن رجل ما بقي من عمره إلا طرفة عين فنظر الملك إلى تحت جناحه إلى إدريس فإذا هو قد قبض وهو لا يشعر قيل وهذا من الإسرائيليات وفي بعضه نكارة ذكرها أهل العلم وهذه القصة التي قالها هذا الحبر لابن عباس رضي الله عنهما الله جل جلاله أعلم بصحتها ولكن لم تنتهي القصة هاهنا فبعدما توفى الله عز وجل إدريس عليه السلام ورفعه إلى السماء الرابعة قيل إنه بقي وراءه طلابه ممن كانوا على نفس سبيله مصلحين وكانوا يحبون الخير للناس وتوحيد الله تعالى وكانوا من العباد الصالحين واجتمع الناس على حبهم حبا شديدا خاصة خمسة من أصحاب إدريس عليه السلام قيلهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وكان جميع البشر مجتمعين على حب هؤلاء الصالحين وكانوا يحبونهم حبا شديدا ويحضرون جلساتهم ولكن الذي لم يكن يعرفه هؤلاء الخمسة الصالحون أنهم بعد موتهم سيكونون أعظم فتنة في تاريخ البشرية اللهم اهدنا صراطك المستقيم وثبتنا عليه يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارزقنا حسن الخاتمة والفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين وفي الختام لا تنسوا مشاهدين الكرام تسجيل إعجابكم بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد منا إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته